أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن اجتماع القاهرة سادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية يأتي استمراراً للجهود السابقة لمد جسور التعاون بين المؤسسات القضائية والدستورية الأفريقية وشدد مدبولي على أن مصر تمد يد العون وتضع جميع إمكانياتها للمشاركة مع الأشقاء في قراطي للنهوض بأفريقيا في شتى المجلات قطن الأفريقية تذخر بمواردها الطبيعية الهائلة منها ما تتشارك فيه العديد من دول القارة وهذه الموارد ملك لشعوبنا نلتزم دائماً بالمحافظة عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها وقد أضحى هذا الالتزام مبدأاً دستورياً سامياً حرصت وثائقنا الدستورية على النص عليه في صلبها وهو ما يوجب على دول القارة العمل الجاد والمشترك لتنظيم الاستغلال الأمثل لهذه الموارد والاستثمار فيها من أجل تحقيق التنمية المستدامة في قارتنا وصولاً إلى الهدف المنشود وهو رفاهية شعوبنا الأفريقية إن الحفاظ على الموارد الطبيعية في قارتنا الأفريقية لم يعد خياراً مطروحاً وإنما أضحى التزاماً وواجباً على جميع دول القارة في عالم يموج اليوم باضطرابات سياسية واقتصادية تفرد علينا جميعاً التعاون المشترك والمبادرة إلى تحقيق هذا الهدف كما إن التزام دول القارة بالحفاظ على الموارد الطبيعية يلقي على عاتق حضراتكم في اجتماعكم رفيع المستوى مسؤولية البحث وتبادل الفكر ووضع مبادئ مشتركة وضمانات دستورية لحماية وتنمية الموارد الطبيعية في قارتنا الأفريقية بحسبانكم خيرة عقولها وكبار قضاتها وإن جمهورية مصر العربية تمد يد العون وتضع جميع إمكاناتها البشرية والعلمية والفنية للمشاركة مع الأشقاء في قارة إفريقيا للنهوض بقارتنا نحو مستقبل أفضل في شتى المجالات